اشتركوا في القناة وأشهد أن محمد عبده ورسوله أوضح سبيل الهدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الفصل والدوام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهد في العشر الأواخر ما لا يجهده في غيره وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله وهذه أدلة واضحة جلية على فضيلة العشر الأواخر من رمضان وأن النبي عليه الصلاة والسلام اجهد يشمل جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها وشد النبي صلى الله عليه وسلم مئزره كناية على تأهبه واستعداده ليتفرغ لمناجاة ربه فإذا كان ينام ويقوم الليل في سائر الليالي في العشر المباركة الأخيرة من رمضان لم يكن يعرف النوم طريقا إلى عينيه الشريفة وكل هذا منه يظهر لنا بجلاء ويبرز لنا أهمية الجزء الأخير من رمضان والذي نحن على أبوابه وعلى مشارفه إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان له برنامج دقيق مليء في الأواخر العشر من رمضان ولذلك حري بكل مسلم عاقل لبيب كيس فطن أن يكون له برنامج خير في العشر الأواخر الفاضلات الخيرات البركات في هذه العشر الأواخر من رمضان بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقتصر على نفسه فقط بل كان يعمم هذا الخير على من حوله فيوقظ أهله لاغتنام هذه النفحات الربانية والآلاء الإلهية وما ذلك إلا لعلمه بفضلها ومكانتها كيف لا يبادر عليه الصلاة والسلام إلى هذه الخيرات ويحشدهم جميعا لفعل هذا الخير ويشد من هممهم ويدفعهم إلى أن يغتنم ويغترف من البركات وهو يعلم أن في العشر الأواخر ليلة خير من ألف شهر ليلة عظمى ليلة مشرفة ليلة مباركة ليلة في فضلها وخيرها آيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار إلى قيام الساعة ذكرها المولى في كتابه المبين إذ يقول في صدر صورة الدخان يقول سبحانه إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فيها يفرق كل أمر حكيم فمن بركاتها ومن خيراتها أن دستور هذه الأمة ومرجعها وملاذها ومنتقى تشريعها كلام رب السماوات والأرض أنزل فيها فصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله العزيز العليم ولقد أنزل الواحد الأحد الفرض الصمد في فضل هذه الليلة صورة كاملة تحمل اسمها تتلى إلى يوم الدين صورة القدر إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ وَمَا أَدْلَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر القدر بمعنى الشرف بمعنى التعظيم بمعنى التقدير بمعنى القضاء فهي ليلة القدر والشرف والعظمة يقدر الله سبحانه ما يكون في السنة ويقضيه الاستفهام في قولي عز وجل وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ دَلِيلٌ على التفخيم والتعظيم فهي خير من ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر خاصة بهذه الأمة دون سائر الأمم أخرج مالكم في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُرِي أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول أعمارهم فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر خيرا من الفجار قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تنزل الملائكة في ليلة القدر وقوله سبحان السلام هي حتى مطلع الفجر يسلمون على كل مؤمن إلا مدمن خمر أو مصر على معصية أو كاهن أو مشاحن فمن أصابه السلام من الملائكة غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه فهي ليلة كثيرة السلامة من العقاب والعذاب ومن أعظم فضائلها قوله عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر لا محال في العشر الأواخر من رمضان وقد أخفى الله عز وجل سبحانه علمها على العباد رحمة بهم ليقتر عمله في طلبها فيزداد قربا وثوابا وأخفها كذلك اختبارا لهم وامتحانا وابتلاءا ليتبين الجاد الحريص في تحريها والمضيع المتهاون المتقاعس الخمول فمن حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب من أجله وجماع القول أحبتي في الله أن ما بقي من رمضان فيه ليلة هي أكبر من عمرك أجرها وفضلها أكبر من عمرك وأكبر من عمرك فهل أعددنا العدة لها؟ هل وضعنا برنامجا خاصا لهذه الأيام؟ إن المشاريع الدنيوية الناجحة تحتاج إلى برامج ناجحة وأعلم أخي في الله أخيتي في الله أنكما إذا أحييتما هذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان دون نوم وقمتما ودعوتما وتلوتما واستغفرتما فورب الكعبة نلتما فضل وأجر وثواب ليلة القدر لأنكما أدركتما لا محالة هذه الليلة والله لا يخلف المعاد مزيدا من الاجتهاد من الصبر على الطاعة نحن في الأنفاس الأخيرة من رمضان إياكم إياكم أن يغلب علينا النوم وأن يغلب علينا التعب وأن نترك العمل في هذه الأيام وهي الزبدة رمضان لا نستسلم للدات لا نستسلم للشعوات لا نضيع الأوقات فلعلنا لا ندرك رمضان بعد عامنا هذا أما قد خصنا الله بشهري أيما شهري شهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر وهل يشبه شهر وفيه ليلة القدر فكم من خبر صح بما فيها من الخير روى الثقات أنها تطلب في الوتر فطوبى لمرئ يطلبها في هذه العشر ففيها تنزل الملائكة بالأنوار والبر سلام هي حتى مطلع الفجر ألا فاتدخلوها إنها من أنفس الدخري فكم من معتق فيها من النار وهو لا يدري هل من مشمر هل من مستعد لهذه الأيام إذا كنت وإذا كنت من من اغتنم ما فات فزد وزد في الطاعات وإذا كنت لم تغتنم ما فات فهذه عبرة وهذه فرصة جديدة فلا تضيعها ووصية نبيك لك أن تكثر فيها الطاعة والدعاء فإذا أدركت هذه الليلة فأكثر من قولك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني اللهم اجعلنا ممن ذاق لذة المناجعة فهجر لذيد المنام وصحب رفقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع رغبة في المقام صاروا مع قوافل السائرين في حنادس الضرام سألوا العفو عن زلاتهم وشكوا ما يجدوه من لوعتهم وشغلوا بالذكر عن مسألتهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنها اللهم إنك جواد كريم فجد علينا اللهم إنك غفور رحيم فاغفر لنا اللهم اجعلني وأحبتي والمشاهدي ممن أدرك ليلة القدر وفاز بفضل هذه الأيام العشر اللهم اجعلنا ممن غنموا هذه الليالي ففازوا فيها فحازوا وجازوا واعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب أحبتي وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وأحبتنا أجمعين اللهم اعتق رقابهم في هذا الشهر الكريم من النار يا رحمن يا رحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل الله موسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين